مرحبا بكم في نشرتنا الإخبارية الجديدة إليكم أبرز العنوين أمطار عاصفية وفيضانات قوية تقطع الطرقات بالمغرب وتحاصر المسافرين المغرب يعزز تضامنهم مع فالانسيا دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية تصل لأغاثة المناطق المتضررة من الفيضانات زلزال بقوة 6.5 درجة يهز هذه المنطقة تحذيرات الباحث الهولندي تتحقق مجددا كارثة جوية إترى سقوط طيارة تسفر عن مصر 157 شخصا تسمم غداء جماعي يصيب 19 تلميذة في برشيد قبل بدء نشرتنا الإخبارية لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والشراك في القناة ليصلكم كل جديد أهلا بكم سجلت مناطق عدة بإقليم تنغير تساقطات مطرية مهمة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية مما أدى إلى اضطراب مؤقت في حركة المرور بعدد من المقاطع الطرقية نتيجة السيول الجارفة والأتربة خاصة بعض المناطق التابعة لدائرات السول وبومالنددس وقلعة مقونا وفور تسجيل هذه الاضطرابات تدخلت السلطات المحلية والمصالح المختصة تحت إشراف عام الإقليم تنغير حيث تم تسخير جميع الآليات والموارد البشرية اللازمة لفتح الطرق المتضررة وإعادة حركة السير إلى طبيعتها فيما لم تسجل أي خسائر مادية أو بشرية وأكدت مصادر جد مطلعة أن جميع المقاطع الطرقية التي شهدت اضطرابا قد تم فتحها بالكامل وعادت حركة المرور إلى وضعها الطبيعي بفضل تدخل السريع والفعال للفرق المختصة مشيرة إلى أن الأخيرة على أهبة الاستعداد لتدخل في الوقت المناسب كما سجلت إقليم تنغير تساقطات تلجية مهمة خاصة على مستوى فجتيزي نيت حمد بجماعة إغين مكون حيث تمكنت الفرق المختصة من إزاحة التلوج المتراكمة وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور بين قلعة مكونة وأوزغميت في اتجاه أزلال وتواصل المصالح المعنية تتبع الوضعية عن كثب تحسبا لأي طارق مع دعوة مستعمل الطريق إلى توخي الحذر واليقضى خلال التنقل في هذه الظروف المناخية الاستثنائية وفق إفادة مصدر مسؤول الذي أكد أن عامل الإقليم أعطى تعليمات صارمة لجميع الجهات المعنية من أجل مواكبة الوضع والاستعداد لأي طارق قد تسببه تغيرات المناخية ويذكر أن مقاييس تساقطات المطارية المسجلة في إقليم تنغير خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة بلغت عشرين مليمتر في أمسمير وسبع مليمترات في أيتهاني وأربعة فاصل ثمانية مليمتر ببوما لندداس وأربعة مليمتر بإغيل نمكون ثلاث مليمترات بأسول وواحد مليمتر بقرعة مقونا وأقل من مليمتر بكل من تنغير وإكنيون وفي خطوة إنسانية تعكس قيم التعاون الإقليمي أرسل المغرب دفع جديد من المساعدات إلى مدينة فرنسيا الإسبانية لمساعدتها على تجاوز آثار الفيضانات الكارتية التي اجتاحت المنطقة تضمنت الدفع الجديد 31 شاحنة متخصصة في شفط المياه والمخلفات استكمالا لمساعدات سابقة شملت 24 شاحنة و70 عاملا وصلت قبل أسبوع المبادرة تأتي تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس الذي دعا إلى تعبئة كافة الموارد لدعم إسبانيا في مواجهة تداعيات العاصف الضانة سفيرة المغرب لدى إسبانيا أكدت أن هذه المساعدات تجسد روح التضامن بين البلدين وتعزز العلاقات التاريخية العميقة الخطوة لاقت إشادة واسعة في العوساط الإسبانية حيث اعتبرت نموذجا للتعاون الفاعل في مواجهة الأزمات الطبيعية وفي خبر آخر أطلق الباحث الهولندي فرانك تحذيرا مساء الخميس متوقعا زلزالا قويا قد تصل شدته بين 6 و7 درجات على مقياس ريختر نتيجة لظاهرة كوكبية غريبة تحدث في السماء تأكدت بعض جوانب تحذيرته عندما ضرب الزلزال بقوة 6.5 درجة منطقة بابوا في شرق إندونيسيا سباح الجمعة الماضية وذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات واستبعدت أن يؤدي إلى حدوث تسونامي وكان العالم قد نشر على منصاته الاجتماعية أن اقتران الكواكب عطارد الزهرة والزحل مع اكتمال القمر بين 15 و16 نومبر يمكن أن يزيد من احتمالية النشاط الزلزالي الكبير وأشار فرانك إلى أن اقتران القمر مع أورانوس بفارق 3 ساعات قد يسهم في حدوث زلازل قوية قد تصل إلى 8 درجات في أسوأي الحالات وفي فيديو نشره على يوتيوب أكد أن الفترة الزمانية لهذه الأنشطة الزلزالية قد تستمر حتى 19 نومبر موضحا أن تأخر النشاط الزلزالي قد يعود إلى تأثيرات هندسة القمر وكوكب المشتري قالت مصادر مطلعة أن طائر عسكرية جزائرية من نوع اليوشن روسية السنة سقطت بعد إقلاعها من القاعدة الجوية بوسفير في شمال غرب وهران بينما كانت متجهة نحو مطار تندوف العسكرية مما أسفر عن مقتل جميع ركاب البالغ عددهم 157 شخصا كلهم عسكريون جزائريون من رتب مختلفة بالإضافة إلى عناصر من جبهة البوليساريو وعسكريين كوبيين وأكدت المصادر أن الحادث وقع في منطقة تسمولين بين المشرية والبيض وسط ظروف غامضة إذ لم تعلن السلطات بعد عن الأسباب المؤدية إلى سقوط الطائرة إذ أنه ورغم خطورة الحادث وفداحة الخسائر يبدو أن النظام العسكري الجزائري يتبع نهجا مألوفا بإخفائه للأمر حيث فرد تعتيما شديدا على الواقع مما أثار تساؤلات عديدة حول إدارة الأزمات وسلامة معدات الطيران العسكري في البلاد وتؤكد هذه الحادثة ما ذكرته تقارير إعلامية سابقا حول استعانة الجزائر والبوليساريو بجنود كوبيين لتهديد أمن المملكة حيث يبرز وجود ضحايا عسكريين من كوبا تورط الأخيرة عبر إرسال خبراء ومستشارين عسكريين لتندف إضافة إلى مشاركة مرتزق كوبيين في العمليات الإرهابية ضد المغرب وهو أمر يعزز الشكوك حول أبعاد هذا التعاون وأثره على الاستراتيجيات العسكرية الجزائرية خاصة في ظل تعتيم الإعلامية الذي يحيط بهذه الأنشطة ونختصم بخبر محلي مؤلم من مدينة برشيدة المغربية حيث تعرض 19 تلميدا من فرعية المانيك سديقاسم لتسم من غذائي جماعي نتيجة تناولهم رقائق بطاطس تشيبس منتهية الصلاحية التلميد أصيبوا بآلام حدى في الجهاز الهضمي وتم نقلهم إلى المستشفى الإقليمي حيث تلقوا الإسعافات الأولية غادر معظمهم بعد استقرار حالة مصحية بينما بقيت حالتان تحت المراقبة الطبية بسبب خطورة وضعهم السلطات المحلية باشرت تحقيقا عاجلا وتم حجز كميات من رقائق البطاطس الملوثة في محل تجاري قريب من المدرسة والحادثة أتارت مطالبات بتشديد الرقابة الصحية على المنتجات الغذائية لضمان سلامة المستهلكين وخصوصا الأطفال كانت هذه أبرز العنوين لهذا اليوم شكرا لكم على المتابعة ونراكم في نشرة جديدة